صراع نتائجي التصاعد بعد تغييرات صنعتها الطعون في نتائج الانتخابات المفوضية تسير على الطريق الدستوري وتتحدث بصوت القانون ما بين محكمة اتحادية صادق على اسماء الفايزين وهيئة قضائية صادق على الطعون وتعتبر هباته فانها اكدت ان قضية العد والفرز اليدوي الشامل هي من اختصاص المحكمة الاتحادية سيما ان المقاعد التي ذهبت لخاسرين لم يتجاوز عددها السبع في عموم المحطات الحديث عن طعون تؤكد وجود تزوير رفض بالجملة والتفصيل على لسان الطيار الصدري بعد ان تحدث عن وجود مشكلات فنية كانت قد تحدثت عنها المفوضية سابقا بعد ان كشفت الخلل الفني بسبب حدم تمكن الجهاز من قراءة الختم غير الواضح على بعض اوراق الاقتراع رئيس تحالف الفتح هادي العامري قال ان الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية فيه من الادلة القانونية ما يكفي لالغاء نتائج الانتخابات اذا ترتفع مؤشرات التصادم في المرحلة المقبلة بتحليل يراه سياسيون على انها المعادلة الاكثر تعقيدا وصعوبة وربما تواجج من عملية الفوضى او تعرقل العملية السياسية الى اجل غير مسمى موسيقى